السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل ما ندخل في موضوعنا وأثناء ما كنت بحضر للحلقة دي لقيت خبر عاجل بيقول أن المملكة العربية السعودية وإيران تتوصلان لاتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما خلال شهرين مبدئياً كده الخطوة دي تأكيد لكلامنا وتأكيد كمان لمنهجنا اللي بفضل الله على هذه القناة ما خرجناش عنه أبداً واللي هو أن ما فيش حد حاكم ولا وصي على سياسة بلده لكن الأمور السياسية والمصالح المفاسد اللي فيها اللي يعرفها ولاة الأمور فقط علشان كده لما الإمارات مثلاً عمل التطبيع مع إسرائيل شافت هجوم كبير جداً وكان رأينا هنا أن ده أمر سيادي محدش ليه أي علاقة به غير حكام الإمارات فقط ومصالح الدولة حكام الإمارات فقط هما اللي حددوها وقلنا أن التطبيع في حد ذاته مش حرام شرعاً علشان بس الناس اللي كانت بتطلع تتاجر بموضوع الدين وتلبس على المغفلين فالخطوة السعودية دي باختصار شديد لم تكن السعودية هتقدم عليها إلا لأن ده هو الوقت المناسب اللي القادة في المملكة شايفين إنه فعلاً الوقت المناسب ومن غير حضرتك بقى ما تسأل عن أسباب أو عن الهدف من ده لأن كل شيء مدروس ومرتب فخلونا نروح لموضوعنا واللي هو بعنوان الحرب الروسية الأوكرانية تصعيد أمريكي وتدخل سعودي في حلقتنا النهاردة إن شاء الله هيكون معنا خبرين والخبرين عكس بعض الخبر الأول من المملكة العربية السعودية والخبر الثاني من الولايات المتحدة الأمريكية الخبر الأول واللي بيبين مدى حرص المملكة العربية السعودية على السلم والأمن الدوليين وده كان في لقاء صحفي مشترك إمبارح بين وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الروسي لفرو واللي نوهنا عنه في حلقة إمبارح واللي قال فيه الأمير فيصل بن فرحان أن المملكة مستعدة للتوسط لحل الأزمة الروسية الأوكرانية وأنها على أتم الاستعداد للوقوف مع أي اتفاق للوصول لحل سياسي لهذه القضية الكبيرة اللي طبعا بتؤثر على الاقتصاد العالمي بصورة كبيرة جدا وأكد الأمير فيصل على أن العلاقات الثنائية بين المملكة وبين روسيا علاقات واسعة جدا والحرب بتؤثر على العالم كله خاصة في مجال الطاقة والغذاء وأن السعودية حريصة على استقرار أسواق الطاقة العالمية اللي اتأثرت بصورة كبيرة للغاية منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية لكن وزير الخارجية الروسي لافروف شايف أن ما فيش رغبة من الجانب الأوكراني لإجراء حوار جدي للتوصل لاتفاق سلام وقف نزيف الحرب إلا أن روسيا وصلت لاتفاق مع السعودية على أن الحل السياسي عبر الحوار هو الخيار الأفضل في كل القضايا وبالطبع منها الأزمة الأوكرانية وده يعتبر الحقيقة أول تصريح من نوعه بهذه الصورة وإن كان بيتكلم عن قضايا أخرى منها مثلا السلام في اليمن والسلام في سوريا والقضية الفلسطينية ما فيش دولة في العالم حاليا إلا وتأثرت بالحرب الروسية الأوكرانية بما فيها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية نفسهم بعدما أصبح العالم دلوقتي عبارة عن حجرة صغيرة بيكتمع فيها العالم كله أي حدث في أي مكان حاليا بيؤثر في باقي أنحاء العالم لأن التبادل التجاري والمصالح الاقتصادية أصبحت بتعتمد على أمور جديدة تقتضي أن العالم كله يكون على اتصال دائم ومنذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية العالم تأثر بصورة رهيبة جدا اتعطلت مواني كبيرة أثر تعطلها ده على أهم السلع والمنتجات الرئيسية اللي بتعتمد عليها الشعوب وأهمها طبعا منتجات الطاقة والغذاء والحقيقة أن فيه محاولات كتيرة من بعض الدول خاصة في الشرق الدول دي بتحاول أنها تهد الأوضاع لأنها شايفة أن الوضع منفلت للغاية وقد يؤدي الوضع ده لانفجار كارثة عالمية أكبر مما هي عليه الآن قد تصل لاستخدام السلاح النووي من أي طرف من الأطراف في أي لحظة استفزاز زي ما بيحصل دلوقتي وبالتالي بدأت مبادرات كتير جدا من الدول العربية خاصة من المملكة العربية السعودية وكذلك في مؤتمر المناخ اللي انعقد في مصر واللي عرض فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي وبشكل صريح أنه يكون مشارك في وضع حل سلمي للأزمة الروسية الأوكرانية يبقى ده هو موقف الناس العقلة اللي عايز العالم يعيش في سلام وأمان وللأسف كان على النقيد منه تماما الموقف الأوروبي والأمريكي اللي بيبين مين هو اللي بيدعم الفوضى في العالم الغرب والولايات المتحدة دايما بيتهموا الدول العربية والإسلامية بتصدير الإرهاب وهم في نفس الوقت بيحتكروا صناعة الإرهاب ده عندهم بيدعموا الفوضى والحرب وانعدام الأمن في العالم خاصة المناطق اللي فيها صراعات سياسية داخلية وبمجرد تدخلهم الصراعات دي بتتحول لحروب وسفك للدماء زي ما بنشوف على خريطة العالم في أسيا أو في إفريقيا يعني هم اللي بيشعلوا الحروب والفتن في كل مكان على وجه الأرض والدليل قدامنا اللي بيحصل في الحرب الروسية الأوكرانية مفيش حد هناك اتدخل وطالب بوقف هذه الحرب بل بالعكس تلاقي كل الخيارات عندهم بتصب في إشعال الحرب دي عن طريق الدعم العسكري بأي طرق لاستمرار الحرب على ما هي عليه وبالتالي المتضرر من هذه المسألة الشعوب ومنها شعوبهم كمان اللي تأثرت في معاشها وحياتها بسبب الحرب دي والتضخم اللي حصل هناك والكل يتابع السلاسل التجارية مثلا في أوروبا وفي الولايات المتحدة ويشوف إزاي زادت الأسعار واختفت السلع من المتاجر الخبر التاني كان على لسان مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية أفريل هيينز أول مبارح يوم الأربعة بالليل قالت بكل صراحة كده في تهديد بدخول الولايات المتحدة مباشرة على خط الحرب بدل ما تكون داعمة فقط بسلحها وأموالها للجانب الأوكراني وقالت إن فيه احتمال حقيقي لاندلاع مواجهة بين روسيا وحلف الناتو إلا أمريكا عضو فيه الكلام دا تقال خلال جلسة عقدتها لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي ودي جلسة الاستماع السنوية وكان بعنوان غريب شوية وهو التهديدات العالمية لأمن الولايات المتحدة رغم إن الولايات المتحدة تعتبر هي أكبر ما يهدد الأمن العالمي ودي حقيقة شايفينها استعرضت الوزيرة تقرير استخباراتي بتقول فيه إن روسيا ربما لا تسعى لصراع مباشر مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لكن الحرب في أوكرانيا تنطوي على مخاطر كبيرة لحلول ذلك وإن هناك احتمال حقيقي لأن يؤدي الفشل العسكري الروسي في أوكرانيا لإلحاق ضرر بالرئيس فلاديمير بوتين نفسه ومكانته المحلية مما يزيد من احتمالات التصعيد الوزيرة بتقول إن دي حرب استنزاف طاحنة والمخابرات الأمريكية بتتوقع إن الجيش الروسي لن يتعافى بدرجة كافية خلال هذا العام على الأرض ودخلت كمان الوزيرة على الصين وقالت إنها هتحافظ على تعاونها مع روسيا من أجل الوقوف في وجه الولايات المتحدة رغم دعمها للجانب الأوكراني وانتقدت الوزيرة التعاون الدبلوماسي والاقتصادي والأمني والتكنولوجي بين روسيا والصين قبل التصرحات دي بيوم المتحدث باسم الكريملين الروسي قال في تصرحات صحفية إن الولايات المتحدة الأمريكية هي اللي بتحرك الصراع في أوكرانيا وكان بيتكلم ساعتها عن تصرحات قالها وزير الخارجية الصيني لما قال إن الصين بتحمل يد خفية مسئولية اللي بيحصل في أوكرانيا وإن اليد دي هي اللي بتدير الصراع هناك المتحدث باسم الكريملين قال إن دي كانت عبارة عن مزحة من الجانب الصيني وإن اليد الخفية الحقيقية دي هي الولايات المتحدة الأمريكية ومش خفية ولا حاجة كل الناس شايفينها وقال إن الولايات المتحدة وحلفاءها بيستغلوا أوكرانيا من أجل شن حرب مستمرة على روسيا بحجة إن أوكرانيا بتحارب من أجل البقاء في مواجهة الاجتياح الروسي وأكد إن موسكو على تواصل مستمر مع الصين وقال إن من الطبيعي إن تكون دولة زي الصين ليها رأي في أزمة عالمية زي دي خلاصة الكلام هنا إننا أمام مربعين إزاء الحرب الروسية الأوكرانية المربع الأول هو المربع الغربي الولايات المتحدة وحلف الناتو والاتحاد الأوروبي اللي عايزين الحروب تفضل مستعرة من أجل بصالحهم الشخصية طبعا وليس من أجل الحفاظ على الشعب الأوكراني زي ما بيزعمه كده المربع الثاني هو المربع الشرقي وده متمثل في الدول العربية اللي لها شأن زي مثلا المملكة العربية السعودية ومصر ودولة الإمارات العربية المتحدة ودخلت كمان الصين في الموضوع ودول بيدعموا وقف الحرب ووقف إطلاق النار والبحث عن الحل السلمي من أجل استقرار المنطقة واستقرار العالم اللي بيعاني بسبب هذه الحرب ولم تفلت دولة واحدة من أثرها الخطيرة على الاقتصاد ربنا يحفظ بلادنا كلها من كل شر ويوفق حكمنا لما فيه الخير ولما فيه مصالح البلاد والعباد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا